فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكافة والسلام عليكم الذين أصطفى السلام النبي المشتبه والأمين المصطفى على صحواته الكلام وآل بيته العظام أهل المستكملين الشرفة وعلى أخواته الكرام مازلنا معا مقدمة مسند الدارمي باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الطعام من السماء قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا معاوية بن يحيى حدثنا أرطاء بن المنذر عن ضمرة وابن حبيب قال سمعت مسلمة السكوني وقال غير محمد بن مسلمة السكوني قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل يا رسول الله هل أتيت بطعام من السماء هل قلنا في قاعدة كلية على قضية هذا الباب نحن نعتقد بأنه ما خص الله لنفعله نبيا بمعرزة إلا ولنبينا حظ ونصيب منه وهذه دلالة على أفضلية النبي على جميع على جميع الأنبياء قال نعم أتيت بطعام قال يا نبي الله هل كان فيه فضل يعني تبقى منكم شيء من أكله قال نعم قال فما فعل به قال رفع إلى السماء وقد أوحى إلي أني غير لابث يعني سيكون أجل سريعا غير لابث فيكم إلا قليلا ثم تلبسون حتى تقول متى متى ثم تأتوني أثنادا جمعت تأتوني أثنادا نعم يفني بعضكم بعضا بين هدى الساعة بعضكم بعضا نقف وبعد ذلك قال بين هدى الساعة نعم الله يرضى عليكم جميعا بين هدى الساعة بين هدى الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل وهذه فيها دلالة على الإخبار بالغيوب وهذه من العلامات النبوة أنه تكون فيها دلالة خصف ومسخ والزلازل والرشفة وأيضا يكون فيها يكثر فيها القتل وقد قالوا مثلا فتنة نعم يكثر فيها الهرج قالوا من الهرج قال القتل في رواية أبن موسى وغير قال لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل وهذه احنا في زمنات الآن حقيقة المسألة غير 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 مستوعبة من الفترة تأتي جعلت الحليمة حيرانة ولكن قال نعم أتيت بطعاما من السمن وده أيضا كانت لمن لعيسى عليه السلام حتى يبرأ الأكمل أبراس 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 لما أخذ عين الرجل في أسدوحة وضعها مكانه رأى بها أكثر يرأى بها السليمة وأيضا مسح على رجل محمد أسلام عندما ومسح على عين عليه رضي الله عنه وأرضاه نعم وقال نعم وقال عصمان بن محمد حدثنا نزيد النهار أنباءنا سليمان التيمي عن أبي العلا عن سامر بن جندب أو جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد والثريد هو أحب الأطعمة عليه بقصعة من ثريد فوضعت بين أدي القوم طال أخبارنا عصمان بن محمد حدثنا نزيد النهار أنباءنا سليمان التيمي عن أبي العلا عن سامر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فوضعت بين أدي القوم فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة يقوم قوم ويجلس آخرون فقال العجل لسامر بن جندب قال أما كنت تمد أما كانت تمد قال سامر من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا من هنا وأشرب يدي إلى السماء يعني تعرفون يعني فيه إمداد تمد يعني فيه إمداد وهذه أيضا فيها أنهم بالقصعة من الثريد يأكلون جماعات زفرات يأتون جماعة تأكل وتمشي جماعة تأتي وتأكل وتمشي ثم قال له كانت تمد يعني فيه كل ما تنتهي بيبقى فيه ملحق يعني بيأتيها المدد قال نعم كانت تمد تمد منها هنا وأشار إلى إلى السماء فقال اللي نزل من السماء لعيسى عليه السلام النبي له حظه نصيب من ذلك أيضا في هذا الباب حتى لما ضرب بعصار الحجرة فانفجرت الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخشبة هزأها فصارت فانظر هنا ما جعل عيسى بطعامل من السماء نزل من السماء الطعام للنبي الأدنان صلى الله عليه وسلم وكان أكلنا منه لا ينتهي ولما قال له تمد قال نعم الإمداد وأشار من من السماء وهذا أيضا فيها معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أتىه طعام من السماء كما أن عيسى عليه السلام رزق الله الطعام قال وَهَا أَيْسَعَرْبُكَ أَنْيْسَعَيْنَ مَا أَيْدْثَ مِنْ السماء قال اتقوا الله ثم ذلك دعا ربه فأتىه الله بتعامل من السماء هنا أيضا من معجزات النبوة أنه أتى بتعامل من من السماء الفاتح فضل التعليم عن طريق السؤال والجواب البركة تقدم على الكثرة ولو أنها القرى آمنوا أتقوا لفتح عليهم بركات ما قال الكثرة تفضيل النبي على الأنبياء بأن الله ما ترك نبيا ما منح نبيا شيئا إلا إلا قد كان لنبينا الحظ الأوفر والنصيب حتى الجمال يعني أنا أعتقد أن السلم أجمل من يوسف عليه السلام مع أن يوسف أوطي شطر الجمال زي ابن نيرفل فتح بالقول لكنها مكسية بهاء نعم 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 أعطي أكثر من ما أعطى يوسف لكنها جماله كسية بهاء صلى الله حتى لا يفتن به هذه مثلا لكنه أجمل من يوسف يقول الصاحب الجليل نظرت إلى وجه النبي وإلى وإلى القمر فلرسول الله أجمل وأضوأ من ما يقام يا بي هو شكرا كل معجزة لنبيين فالنبي أولى به كل معجزة لنبيين فالنبي له حظ ونصيب منه مش أولى به حظ ونصيب منه عيس عليه السلام ولنه من أم وليس الأب لا في ذاته لك كان معجزة التي أتيها التي أتيها المعجزات التي أتيها طبعا ذلك الحديث أصلا يعني السلام ما من النبي لو ما أتيها على ما مثله آمن آمن الناس فما أتيها ولشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همتون على تيثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلصي يتربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر